المخدرات تهدد السلم المجتمعي في العراق هكذا حذر موقع المونتر الأمريكي من تداعيات انتشار المخدرات في البلاد وتورط زعامات حزبية وأمنية في المتاجرة فيها حيث تستخدم عائداتها لشراء الأسلحة وتقديم الدعم لمواليهم المونتر نقل عن صحفيين غربيين تأكيدهم أن تجارة الكبتاجون تزدهر في المناطق الغربية للعراق التي تخضع لسيطرة الميليشيات لا سيما ميليشيات حزب الله فيما تعتبر منطقة التنف الواقعة على الحدود السورية حلقة وصل لنقل شحنات المخدرات بين المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري ودول الخليج العربي بعد مرورها باتجاه الأردن والعراق ولعل ضبط مليون وثمانمائة ألف حبة مخدرة بحوزة منتسب من الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار يعد مؤشرا على انتعاش تجارة المخدرات وتورط الأجهزة الأمنية فيها يبدو أن قدر العراق عبر موقعه الجغرافي جعله أكثر عرضة ليكون ممرا وسوقا للمخدرات حيث يشير تقرير صادر عن معهد نيولاينز إلى تورط أفراد من عائلة الأسد وحزب الله اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه عبر العراق إلى دول أخرى خاصة السعودية وبقية الدول الخليجية وذلك باعتراف مسؤولين مدنيين وعسكريين الحدود الممتدة بمسابة أكثر من 94 كم مع الجانب الإيراني من خلال شط العرب أعلنها وبكل صراحة أن المخدرات التي تأتي إلى البصرة بنسبة 80% من الجانب الإيراني بصريح العبارة بأنه أغلب أنه هذه المخدرات تأتي من خلال الحدود العراقية الإيرانية وهذا تحدثنا به وطالبنا تتحدث تقارير شبه رسمية عن أن أغلب المواد المخدرة تدخل العراق عبر الحدود الجنوبية الشرقية وتقع النسبة الأكبر لمتعاطيها في المدن الفقيرة وبين شرائح الشباب وخاصة فئة طلاب الجامعات والمدارس والعاطلين عن العمل مما يجعلنا أمام ظاهرة تدميرية تستهدف شباب العراق